سنلامس انفراجات بأزمة الخبز هو تأكيد من وزير الاقتصاد بحكومة تصريف العمال أمين سلام قائلاً أطمئن أن كل جداول توزيع الأمح وطحين أصبحت بمتناول أي شخص وبدءاً من الأسبوع المقبل ستصبح على موقع الوزارة تحت شعار على الوعد يكمون للتوبير أمام الأفران لتزال مستمرة مع ما يترافق من إشكالات وتضارب ببعض الأحيان سعياً وراء أبسط متطلبات الحياة وهو رغيف الخبز مصادر من أصحاب المطاحن أكدت للأوتيفي أن الأزمة المستجدة على خط الشح بمادة الأمح فاقمها أمرين أولاً تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات لبواخر الأمح المدعوم وتعذر المطاحن عن تأمين الفريشماني للإستيراد ثانياً الحرب الروسية الأوكرانية نتج عنا تأخير بعملية تحميل الأمح من أوكرانيا حيث يوضح المصدر أنه بالسابق كانت تستغرق العملية أسبوع فقط أما بعد الحرب فصار التحميل بيتطلب شهر ونصف الشهر مصدر من المطاحن شدد عبر الأوتيفي أنه الأزمة إلى تحسن بالأيام القليل الآدمة حيث أكد أنه 23 ألف طون من الأمح وصلت للبنان الأسبوع الفائت بالإضافة إلى 25 ألف طون وصلوا هيدا الأسبوع وتحديداً يوم التنين الفائت ويوم التلاتة أيضاً تسلمت إحدى المطاحن 5000 طون من الخارج حيث يؤكد المصدر أنه هيدا الكميات كافية لإراحة السوق على مدى شهر ونص المصدر تابع من الواجب على وزارة الزراعة تسريع الفحوصات لشحنات الأمح يلي عم توصل تباعاً من أجل استعماله بأسرع وقت ممكن وكشف ما في علاقة لإقرار اتفاقية القرد المؤدى من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات الأمح بالكميات يلي وصلت مؤخراً فالقرد بحاجة أقله إلى شهر من الوقت لا يدخل حيز التنفيذ في حين بيعتبر المصدر أنه معاناة المواطن محقة أوضح لالتباس التالي لتحين المدعوم الخاص بصناعة رغيف الخبز العربي لا يمكن استعماله بصناعة الأصناف الأخرى التي يجدها المواطن بكميات داخل الأفرام ويتابع الكعك والكروسان والكيك والخبز الفرنجي بحاجة لأمح بضم بروتيين أعلى يضاف إليه أيضاً محسنات وهذه الأصناف تصنع من الطحين الحر غير المدعوم وهو متوفر وبتشتري الأفران من المطاحن بحسب حجته المصدر جزم عبر الو تي في أنه بمهلة من اليوم لآخر الأسبوع رح تنحل الأزمة وتوقع أنه تختفل طوابير بدءاً من التنين القادم لتعود الأمور إلى مجراها الطبيعة